بيشهد المصرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين بكرة إن شاء الله حفل موسيقي مميز قوي بتقدمه الفرقة المصرية للموسيقى العربية وضه ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبيخصص بقى الحفل ده للاحتفاء بموسيقى طبعا الموسيقار الكبير بليخ حمدي يعني الله على بليخ حمدي وموسيقى بليخ حمدي وأغاني بليخ حمدي كلنا استمتعنا بأغاني ليه لطبعا أم كلثوم وعبد الحليم ونجاة ووردة وغيره وغيره كان بيبدع جدا بالذات بقى الأغاني اللي كان بيكتبها كمان عبد الوهاب يعني بقدمولنا يامة سنين وسنين من الأغاني والفن الراقي والأغاني اللي في الحقيقة ثابت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري بشكل عام يعني لما بنقول سرة الحب لما بنقول ألف ليلى وليلى سواح وغيره وغيره من الأغاني الجميلة جدا جدا قدمها بليخ حمدي موسيقى بليخ حمدي الفرقة بتقدم في الحقيقة باقة كده مميزة من أشهر ألحانه اللي ثابت عندنا بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي زي ما قلنا يعني هو كان ليه تعاونات حلوة قوي مع طبعا العندليب ومع أمه كلسوم وغيره عدوية ونجاة وطبعا هو واردة جاوزه في عمله بقى أحلى توليفة كده وأحلى أنحانه بتعتبر الفرقة المصرية للموسيقى العربية هي الفرقة المركزية للموسيقى العربية بالهيئة العامة للقصور الثقافة وتأسست في التسعينات وتولى قيادتها الدكتور المايسترو مازن دراز الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون